بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحج أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذته وكراء صحيحي وشرحي في الدرين آمين الباب الخامس والعشرين من الكتاب الرابع عشر كتاب الصيام باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصن بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جذاهم الله عن غير للإمام مسلم في صحيح الحديث الحادي والأربعين بعد السبعمائة والألفين يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مدر عن عمر بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفتر ويفتدي يعني على سبيل التخيير يعني يعني كان فيها التخيير وعلى الذين يطيقونه بصعوبة يعني يطيقون الصيام بصعوبة فله أن يفتدي عن الصيام اطعام مسكين ففيها شميمة التخيير كان من أراد أن يفتر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها اللي هو فمن شهد منكم الشهر فليصبهم ما ديش بقى على الذين يطيقونه فإن بقى فيه أمر جاز فكأنه نسخ التخيير وبقي الفداء للمريض أو غير المستطيع يبقى نسخة الآية نسخة من التخيير بس لكن يبقى إيه الإطعام يعني من لم يستطع أن يصوم بسبب مرض واستمر معه المرض يبقى عليه إيه إطعام مسكين عن كل يوم يبقى إيه نسخ التخيير لكن لم ينسخ الإطعام واضح يعني نسخة بعض الحكم وليس كل الحكم يبقى نسخة بعض الحكم وليس كل الحكم الراجح لأن الآية فيها التخيير وفيها الإطعام نسخة فيها إيه نسخة التخيير وبقي الإطعام الأحناف عندهم يطعموا عن كل يوم مدين يعني وجبتين إفتار وصحور للمسكين مدين الشفعية يطعموا مد واحد يطعموا مد واحد عن كل يوم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه باب قضاء رمضان في شعبان من فاته صيام في رمضان بسبب سفر أو مرض أو حيد أو نفاس للمرأة يبقى في الحالة دي عليه أن يقدي ما فاته إذا زال عذره يقدي ما فاته هل على الفور ولا على التراخي الجمهور على التراخي له أن يقدي على التراخي يعني برحته في أي شهر كان لكن عند الظاهرية لابد بعد يوم الفطر يبتدي على طول يقدي في الحال حتى يبرق زمته أما الجمهور فعندهم له عنه إيه لأن وجب موسع يسموه إيه الوجب الموسع في عندنا الوجب المضيق وفي عندنا الوجب الموسع وفي عندنا الوجب المخير أنواع الوجب أيما كنتوا بتدرسوا في الأصول زمان تدرس الحاجة وتنساها مايصح الوجب أنواع إيه؟ واجب مضيق واجب مخير وواجب موسع كده برضو فده من الوجب الموسع اللي هو قضاء ما فاتك من رمضان فهو موسع في 11 شهر عندك تقديم في 11 شهر قبل ما يجي رمضان اللي بقى في أي وقت بقى برحتك على التوالي الترتيب على التقطيع برحتك واضح كل ده على سبيل التيسير طبعا فيه الظاهرية عندهم لا على الفور فجعلوه واجب مضيق لكن بقى في المزاج قالت هو واجب موسع بحيث أنه يقضي قبل شعبان احتياط قبل شعبان احتياط ويستحب إيه؟ أنه يبقى على الفور لكن لا يجب يستحب أنه يقضي ما فاته من رمضان على الفور ومجرد زوال العزة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب لسرعة تبرئة الزمة واضح فإن لم يقضي ما فاته وجاء رمضان فيبع عليه القضاء بعد رمضان مع الكفار كفار عشان التأخير واضح فإن اتصل عذره إلى رمضان فلا قضاء عليه لأنه عذره متصل مرض مزمن العذره متصل فلا قضاء عليه ويبقى عليه ليفعن فقط واضح؟ بابه قضاء رمضان في شعبان يعني لمن لم يقضيه في الشهور السابقة فده يدلك على إيه على كلمة الواجب الموسع زي الحج كده واجب موسع على العمر كله في العمر مرة عند الشفعية كده الحج فرد في العمر مرة وهو موسع يعني إيه على الطراخ لكن ماذا بالملكية واجب على الفور بمجرد الاستطاعة يأسم لو لم يحج وبلغ الاستطاعة ده الملكية عندهم كده طالما بلغت الاستطاعة وهو الزاد والراحلة وأمان الطريق معك تكليف السفر وأمان الطريق يبقى في الحالة دي واجب عليك الحج على الفور فإن لم تحج هذا العام تأسم عند الملكية والشفعية لا واجب على الطراخ يعني ممكن تبلغ الاستطاعة وتأجل الحج عشر سنين وخامس سنين واضح لكن يستحب عند الشفعية على الفور ولا يجد واضح يعني يشبه المسألة دي باب قضاء رمضان في شعبان وعنه بيقال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله كانوا الزوجات النبي خافوا يصوم مخافة أن يريد النبي منهم شيء فيمنعه صيامهم فكانوا من حسن تباعلهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا أخروا قضاء ما عليهم من رمضان حتى يأتي شعبان فيقضوا ما عليهم لأن النبي كان في شعبان يصوم معظمه فطالما وصائم بالنهار يبقى لا حاجة لو بالنساء فيقوم يستغلوا الفرصة دي ده من حسن تباعل زوجات النبي لهم صلى الله عليه وسلم فكانوا يأخروا حتى شعبان وهذا الحديث حج على مذهب الظاهرية الذين قالوا أن القضاء على الفور يجب على الفور وحج للجمهور في بيان أن القضاء على تراخي وعنه به قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله سلسل تبو الظاهرية يعني لما يسألهم الحديث ده ليه يستمروا على رأيهم يقولك هذا خاص بالنبي لكمالي حق النبي صلى الله عليه وسلم فده حاجة خاصة بين النبي وزوجاته إنما إحنا مسؤولين على طول عدل الفور يرده بعده مش هيسبوك يعني فهمت يعني كل فقيه له حجته في اختيار مذهبه حتى لو تجد له الحديث يقوم يأوله بتاريخة وفق مذهبه برب لأن ستينة عيشة بتتكلم على زوجات النبي طب وهان كل الناس زوجات للنبي فهمت يبقى ده خاص بهم ده حاجة خاصة بالأسرة النبوية لكن الأمة على الفور فهمت إزاي؟ ده كلام إيه؟ الظاهرية يرده كده طب الجمهور يرد على الظاهرية ولوله إيه؟ ولوله لا التخصيص لابد أن يكون بمخصص مذكور واخد بقى لك إزاي؟ فقط طالما ما فيش مذكور يبقى إيه؟ سائر الأمة لأن النبي أسوى لنا فلازم نقلده في كل حاجة فهمت؟ يردوا عليهم بردو وهكذا يبقى كل واحد يبقى ليه طريقة اسلوب التفكير والدليل واحد وتظل المذاهب ونسعى للأمة فلا تضيق إيه مخك بمذهب واحد لا بأس أنك تقتنع برأي وتمشي عليه لكن لا تسفه رأي المخالف فهمت تحترمه بردو وعنه بي قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد لهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقول يقول له أيها يحيى بن سعيد وعنه بي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وحدثنا عمرون الناقق قال حدثنا سفيان كلهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه بي قال وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدر وردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفتر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان باب قضاء الصيام عن الميت إذا مات إنسان وعليه صيام هل الميت يقضي عنه الصيام أم يطعم مسألة فقهية يعني أبوك مثلا أو أمك ماتت أو مات وعليه صيام لم يقضيه ما الواجب عليك هل تصوم عنه أم تطعم عنه أم أنت مخير بين الصيام والإطعم واضح ثلاثة أوجه عند الشفائي قول أنه لا صيام عن الميت ولكن الإطعم فقط قولا واحد وإذا المشهور عند الشفائي لا يصوم عن الميت بل يطعم فقط قولا واحد هذا القول الأول المشهور عند الشفائي القول الثاني له أن يصوم عن الميت له أن يصوم عن الميت فإذا يجوز الصيام عن الميت والقول الثالث هو مخير بين الإيه والإثنين والراجح أنه مخير بين الإثنين بين أن يصوم أو يطعم له أن يصوم وله أن يطعم عند الملكية والأحناف ما عندهمش إلا لطعم عند الملكية والأحناف قالوا لا يصوم عن الميت ولكن يطعم فقط ده الملكية والأحناف والحنابلة زي الشفائية في غير رمضان وزي الأحناف والملكية في رمضان يعني لو كان عليه صيام من رمضان ما أخذ بالك لا يصوم عنه يعني هذا فرض متعين عليه ده عند مين؟ عند الحنابلة فالحنابلة قالوا في رمضان بالذات نبقى إحنا زي الإحناف والملكية يطعم فقط ما يصومش عنه طيب لو كان صيام عليه من غير رمضان زي الشفائية له أن يصوم وله أن يطعم يعني عليه صيام نزر مثلا أو صيام كفارة ولم يقضيه يبقى في الحالة دي زي الشفائية يبقى فهمتم المزاهد بالمسألة الشفائية عندهم له أن يصوم وله إيه أن يطعم على سبيل التخيير في رمضان وغيره أما الملكية والأحناف فليس له الصيام عنه بل يطعم فقط والحنابلة وقفوا في النص زي الشفائية في غير رمضان وزي الأحناف والملكية في رمضان واضح؟ ما هو ممكن تكون لم تبلغهم لم يذكر الطعام ما هو ممكن لم تبلغهم لا ما هو عندنا الآية ففدية طعم ويسكين ما عندنا إحنا الآية الآية فيها الإطعم وكل أحديث جاءت بالصيام وانشكرا الشفائية أخذوا بالاتنين قالك التخيير ما هو من لم يتيق إلى أن مات يعني وعليه شيء يبقى قياسا على الحج وقياسا كمان على إن في الحج قالت فحج عنها لما سألنا إن قالت أحجي والحج فيه صيام يفرد عليه هادي ولم يستطع أن يعمل هادي حيبق أي في صيامه ثلاثة أيام ففرد بيحج عن غيره وما أدارش يعمل الهادي فعليه صيام الصيام ده عن الغير بل فقياسا على الحج ده مخير زي الشفائي باب خضاء الصيام عن الميت خد بالك إمتى تقضي الصيام عن الميت لو هو أفطر في رمضان ثم بارئ وجاءه فترة يستطيع أنه يقضي فلم يقضي ثم مات في الحالة دي يبقى إيه تعلق بزماتي فعليك أن تصوم عنه أوضط لكن افرد أنه مرت في رمضان واستمر مرضه إلى أن مات يبقى لا شيء عليه لأنه لم يجب عليه خلاص بسبب إيه استمرار عذري بسبب استمرار عذري واضح وعن أبيه قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارف عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن هروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه والحديث ده حجة لمن قال أنه عليه الصيام ووليه هنا طب يعني وليه هو اللي يصوم عن ميت طب هل يجوز الأجنبي أن يصوم عن ميت صديقه مثلا أو جار هل يجوز قال يجوز بإذن وليه فإن صام بغير إذن وليه لا يجوز لا يجوز لا يجوز بإذن وليه ده الراجع عند الشفاء يبا الأجنبي إذا صام عن الميت لابد بإذن الولي ومن هو الولي قيل الوارث وقيل العصبة قيل الوارث وقيل العصبة وأنه بي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء استدل هنا الفقهاء على جواز القياس جواز القياس والنبي يعلمها القياس خلافا للظاهرية الذين أنكروا القياس في الأحكاد يبا النبي قاسه علمها القياس قال أفلو كان عليها دين أكنت تقديم قالت نعم قال فدين الله أحق قوله فدين الله أحق استدل منه الشفعية على من مات وترك مالا وديون دين متعلقة بالله يعني كزكاة أو غير ذلك وديون متعلقة بالخلق وماله يضيق عن الدينين أيهما يقدم دين الله ولا دين الخلق فالشفعية قاله يدين الله أحق ألك يقدم دين الله قول عنده قول تاني عند الشفعية يقدم دين الخلق وإن كان هذا القول هو المرجوح أنا أمين له لماذا؟ لأن دين الله مبنى مبنى على التسامح أما دين الخلق مبنى على المشحة فهمت إزاي؟ ما نقدم دين الخلق لشان الخلق مش هيسمحه لكن ما يبقى مع الله الله غني يتنازل عن حقه لإعجاده بالمغفرة والرحمة إنما الخلق متشحين فهمت إزاي؟ والله تعالى أعلى وأعلى وعنه بي قال وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه؟ يبقى الأولانية كتمرأة هي اللي بتسأل والحالة الثانية الرجل آخر يبقى تعددت المسأل ليه بقى لأن الفقهاء اللي قالوا لا يجوز عهو الصوم قال لك الأحجز دي مضطاربة مرة يقول راجل ومرة يقول ست دي مضطاربة فما لناش دعوة قال ليه لإطعمه خلاص تهمت إزاي؟ لأ نقول لهم لا دا تعددت الواقعة دا مرة راجل جسأله ومرة ستة جتسألته إيه المشكلة؟ تعدد الواقعة هو لازم تبقى الواقعة مرة واحدة فيه دا الفقيه بيبقى متعرض لنفس السؤال واخد بالك في اليوم الواحد من عدة وقاع في اليوم الواحد فما بالك حياة النبي الطويلة اللي عاشها مع الناس وتبقى تتعدد الواقعة ومن قلش التراب تهمت إزاي؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلم ابن كهيد جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس وعنه بيقال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة ابن كهيد والحكم ابن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد ابن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وعنه بيقال وحدثنا يسحاق ابن منصور وابن أبي خلف وعبد ابن حميد جميعا عن زكرياء ابن عدي قال عبد حدثني زكرياء وعن ابن عدي قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن زيد ابن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم ابن عتيبة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأى صوم عنها شفت بقى رأي الحنبلة جابون نين قال لك رمضان ما ينفعش دك النذر فهمت ازاي عشان تعرف ان كل فقيه وراه دليل محدش بيقول من مخ فالحنبلة قالوا هنا بتسأل على صوم نذر وانتوا بتتكلموا على رمضان يبقى المسألة مختلفة يبقى رمضان نرجع للأصل اطعام فهمت والغير رمضان فرد نذرة أو كفارة لها تصوم عنها فهمت بقى المسألة رأيهم والشفية عندهم ان النذر واجب كرمضان ما يجبوا في النذر يجبوا في رمضان فلا فرق فهمت بقى المسألة انا عايزة بس عندما تقرى الحديث تعرف موابع الخلاف بتاع الفقه المقارنة كل فقيه جاب من اين لان دي نقطة مهمة علشان تلتمس دليل كل مذهب لان كل مذهب وراءه دليل قوي فهمت بقى المسألة فما حدش كان بيجيب من عند ايه من عند نفسه بل كلهم كانوا حرصين على طاعة الله ورسوله فقالت يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم نذر افأصوم عنها قال ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن امك وعن ابيه قال وحدثني علي بن حجر استعدي قال حدثني علي بن مسهر ابو الحسن عن عبدالله بن عطاء عن عبدالله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتهم رأة فقالت اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت قال فقال وجب اجرك وردها عليك الميراث يعني هي ادت جارية يعني اما ملك لاميها تخدم فماتت امه حتورس في الجارية دي لان الجارية دي مال فقال يجوز ان انا ارث بعد ما وهبتها ولا يبقى لو وهبتها وخدت من الارث كأن العائد في هبته شوف السؤال الدقيق الصحابة كان عندهم دقة هي وهبتها خلاص والمفروض ان الواهد لا يعود في هبته بس امها ماتت فعادت اليها هبتها لامها على سبيل الارث فهل الارث يحلل العودة في الهبه ولا لا يحلل ادي محل السؤال في امتبال مسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لك اجرك هبتك لامك وعادت اليك بالارث فاش اشكال بخلاف ما لو هبت انسان شيء ثم ذهب ليبيعه فليس عليك ان تشتري منه تفاكرين انتوا قصة سيدنا عمر في البخاري ومسلم وغيره لما ايه وهب فرسا لأحد الصحابة لأحد الانسان يقاتل في سبيل الله فيه فلقى عرضه للبيع في السور فقام سيدنا عمر الفرس ده فرس غالي على سيدنا عمر وصالح للحرب صحب عليه بقى انا بديه لك تحارب عليه وانت رح تبيعه فسأل نبي اشتري يا رسول الله فالنبي نهاي ليه لانه لو اشتري منه لو انت وهبت انسان واحد حاجة وبعدين عرضها للبيعه وانت تشريه منه حيتكسف منك ويديه لك اقل من السوق فكأنك انت عائد في هبتك فرق السعر لما ما يباع الواحد غريب هيباعه في سعر السوق فالنبي نهاي انه يشتري ما وهبه لانه لو اشترى ما وهبه كالعائد في بعض هبته فيم تبقى المسألة لكن في الارث لا ما فيش مشكلة فيم تبقى المسألة هنا اذ اتتهم رأة فقالت اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت قال فقال وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افأصوم عنها قال اصومي عنها قالت انها لم تحج قط افأحج عنها قال حجي عنها عند الشفعية كده لكن عند الملكية لا يجوز الحج عن الانسان الذي مات ولم يبلغ الاستطاعه واخد بالك ازاي ترى اما لم يبلغ الاستطاع يبقى مش واجب عليه حج ليه تحجي له انتبقى ده تطفل فهمت ازاي ده رأي الملكية كده لكن الشفعية ما فيش مشكلة يحج عنه حجة فريدة حجة نفلة سهلة واضح وعنو بي قال وحدثناه ابو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عنا عبد الله بن عطاء عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه وقال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر غير انه قال صوم شهريني يعني السؤال كان عليها صوم شهرين مش شهر واحد كل دي سبب الخالفه في المسألة قال لك شف في اضطراب مرة يقول راجلو مرة يقول ستو مرة يقول شهرو مرة يقول شهرين ده اضطراب ده حديث منطرق ملنش دعو بي ارجع للاصل فهمت بها بريقة التفكير شف في قالوا لا ما في شيء ترابه لحد ده ليه تعدد الوقائع ده واحدة سألت على شهر واحدة سألت على شهرين ومر راجل سأل ومر ست سأل تعددت الوقائع بس بسيطة فهم وعنه بي قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن ابي رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهرين وعنه بي قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبيد الله ابن موسى عن صفيان بهذا الاسنال وقال صوم شهرين وعنه بي قال وحدثني ابن ابي خلف قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك ابن ابي سليمان عن عبد الله ابن عطاء المكي عن سليمان ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال اتت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال سوم شهر باب باب الصائم يدعى لطعام او يقاتل فليقول اني صائم يعني لو دعاك انسان لطعام وانت صائم وجب الاجابة انقلنا انه كان طعام عرس يعني لان لا تجب الاجابة في الطعام الا اذا كانت طعام عرس الباقي يستحب الاجابة يبقى وجب الاجابة ولا يجب عليك الفطر تروح وما يقدمه طعام تقول لهم متأسف انا صائم لكن تحضر حتى لا تكسر بخاطرية كيف يبقى ايه اذا دعيت الى طعام تحضر ولكن لا تأكل تصلي تقول تصلي يعني تدعي لهم طيب وهل يستحب لك ان تفتر تقطع صومك ان كان تطوع الشفعية قالوا ان كان فيها قسر خاطري المسلم فيستحب انك انت تلغي صومك خلص وتطيبا لخاطريك واخد بقى يستحب اما ان كان لا يتأثر فيبقى ايه استمر في صومك لشي يعني المسألة تختلف على اختلاف وقعها على من دعاك ان كان حيحزن او يزعل خلص ما تزعلوش الحكاية سهل اقع الكل وخلص فهم لكن لو مش هيزعلو هو صديقك وعارف انك انت بتحب تصوم يوم الاثنين ودعاك هو يوم اثنين ومش عايز يقطع عليك عابتك ويقولك طب تعالى بس تدعي لنا كده تحصل بركة خلص احضر ومتقولش فهم طب ولو قاتلك احد يعني واحد شدهمك واحد ايه بيجر شاكلك وانت صايم تقوله اني صايم عشان تزجره يعني يعني كأنك بتقوله عارف انا لو مستصايم كنت هتشوف يوم يخاف منك شوي تزجره يعني او انك تعزه تقوله ما يصحش خليك مع اخلاق الصائمين انا صائم واخلاقي لا ارد عليك فتخلق باخلاق الصائمين ولا تفعل هذا معي كأنك اما بتاعزه او انك انت ايه بتذكر نفسك كمان حتى لا تغضب عليه فتفسد صومك كالمة اني صائم دي جائم بتذكر نفسك وبتذكره بتاعز نفسك وبتاعز دعم واستدل العلماء على جواز اظهار عبادة التطوع واخد بالك ان كان في مصلحة والاصل اخفاء عبادة التطوع لكن ان كان في مصلحة لك ان تظهر واضح انما لو ما فيش مصلحة واظهرتها فيها شميمة رياء المصلحة هنا ان هو يكف عنك وانك انت تذكر نفسك فلا تعامله بالمصل فهنا في مصلحة مش احنا مثلا ما تلاقي منظر كده مش عبك وانت صايم تقول اللهم ما اني صايم يعني امسك نفسك بقى ما فيش داعي انك انت تمشي مع طبعك ايه الاعوج في غير الصيام يعني ما ده ادمزت ان الصيام بيحسن طبع الانسان وعن ابي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمر الناقل وزهير ابن حرب قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال ابو بكر ابن ابي شيبة رواية وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل اني صائم باب حفظ اللسان للصائم لما تبقى صائم ما فيش داعي انك انت بقى ايه تتكلم على الفاضي وعالمليان وتلغو في الحديث وتتكلم كلام لا يليق وتجيب كلام فاحش من القول لان انت في عبادة فما يصحش بقى راعي ايه ادى بالعبادة وعنه بي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني سفيان بن عيين عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه رواية قال اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرء شاتمه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم واضح والله تعالى اعلى واعلى ونخف على باب فضل الصيام غدا ان شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا اللهم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَمَّدْ عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ اللهم صَلِّمُوا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَدَدَ خَلْكِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِهَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَكَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُحْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشتركوا في القناة